السلام عليكم أختي مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام عام اليوم إن شاء الله غنضروه على الحسابات والبطاقات اللي كتقدمهم لنا بنك الصفاء تابع للبنوك التشاركية أو البنوك الإسلامية فأول حاجة بغيتكم تعرفوها هو أن بنك الصفاء هو بنك مغربي 100% وهو فرع من فروع مجموعة تجاري وفا بنك كيقدم لنا ربعات ديال النواع ديال الحسابات حساب الصفاء حساب الهجرة حساب الصفاء المهني ثم حساب الصفاء توفير بالنسبة للحساب الأول اللي هو حساب الصفاء خاص بالأفراد والمهنيين القاطنين بالمغرب يعني الناس اللي سكنين في المغرب أما الحساب الثاني حساب الهجرة فهو كذلك خاص بالأفراد والمهنيين اللي سكنين خارج المغرب أما بالنسبة للحساب الثالث فهو حساب الصفاء المهني اللي عبارة عن حساب خاص بالشركات والمهنيين القاطنين بالمغرب ثم الحساب الأخير اللي هو حساب الصفاء توفير هو عبارة عن وديعة بدون عائد تيمكن صاحب هذا الحساب من توفير وكيففر له كذلك بطاقة بنقية كتمكنه من السحب في حدود ألف درهم في اليوم والفرق بين هذا الحساب للتوفير التابع للصفاء والتوفير التابع للأبناء التقليدية هو أنه يكون بدون فوائد رباوية والجميل هو أن جميع هذه الحسابات بدون مصاريف تسير الحساب يعني كتفتحوا الحساب ديالكم بلا مصاريف ثم كذلك مباشرة من كتفتحوا الحساب ديالكم عندكم الحق تاخدوا بطاقة بنقية ودفتر الشيكات حسب طلب ديالكم وبنسبة لعدد الوكالات المتواجدة لحد الآن فكينات قريبا كتر من 38 وكالة موزعة على المدن الكبيرة ديال المملكة ودبا غندزوا الأنواع البطاقات البنكية اللي كتقدمهم لنا بنك الصفاء فأول بطاقة هي بطاقة تعود كحد أقصى عندها ألفين درهم في اليوم وخمس آلاف درهم في الأسبوع يعني يمكن لكم تسحبوك في الأسكون ولكن ما تفوتوش ألفين درهم في النهار وكذلك ما تفوتوش خمس آلاف درهم في الأسبوع والثمان ديالها هو مئة درهم في السنة يعني الاقتطاع اللي كيكون على هذه البطاقة هو مئة درهم سنويا أما البطاقة الثانية فهي بطاقة عنبر والحد الأقصى ديالها هو عشر آلاف درهم يعني مليون في اليوم وخمسة وعشرين آلف درهم في الأسبوع يعني جيجة لمليون ونصف في الأسبوع وتامنات قريباً هو 200 درهم في العام بالنسبة للتمويل أو القروض هذه الأبناء كتعتمد على المرابحة يعني كتشري لك الدار أو السيارة وكتعاود تبيعها لك وما كتعطيكش الفلوس في لديك بحال كتيرو البنوك التقليدية وبالنسبة للحرام والأحلال فاسألوا أهلاء العلم لأنني أختي غير مؤهل باش نعطي الرأي ديالي في هذه المسألة وآخر معلومة غنى دروع لها هو تطبيق موبيل الصفاء اللي يمكننا نعرفه شحال عندنا في الحساب كذلك لترانزاكسين أو المعاملات اللي قمنا بها وكذلك يمكننا نصفته الفلوس ديالنا مباشرة من هذا التطبيق بلا ما نحتاجه نمشيه حتى الوكالة البنكية وهنا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون عجبكم دير وجيم ترطجيهم عن أصدقاء ديالكم وما تنسوش الاشتراك باش توصلكم الفيديوهات ديالنا متوما اللولي ترجمة نانسي قنقر